استقبل رئيس الوزراء دكتور رمعين عبد الملك القائمة بأعمال سفارة البريطانية لدى بلادنا سيمون سمارت جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واستمرار الدعم البريطاني الثابت لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وما يمكن أن تقدمه لإسناد جهود الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية كما جرى استعراض المستجدات على الساحة الوطنية والخطوات النهائية الجارية لاستكمال وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذ الشق العسكري والأمني بموجب آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة من المملكة العربية السعودية إضافة إلى الجهود التي يقودها المبعوث الأممي للدفع بعملية السلام على ضوء مسودة الإعلان المشترك وموقف الحكومة الشرعية وناقش اللقاء وجهة النظر المتبادلة إزاء عدد من القضايا وفي مقدمتها الدور المعول على الحكومة الجديدة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الدعم الدولي المطلوب لإنجاح عملها وتنفيذ الأولويات التي عدتها من أجل تطبيع الأوضاع وإنهاء معاناة الشعب اليمني ونوها رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية بين اليمن وبريطانيا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات مشيرا إلى الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة في ظل الدعم والمتابعة الحثيثة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لافتا إلى أن الحكومة الجديدة لديها أولويات واضحة ستعمل على تحقيقها في المدى القصير بما يلب تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتخفيف المعاناة القائمة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية بدوره جدد القائم بأعمال السفارة البريطانية دعم بلاده لتسريع جهود إعلان وتشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها خطوة ضرورية في تخفيف معاناة الشعب اليمني مؤكدا على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها للتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن اشتركوا في القناة